هناك أناس عندما ترمي السلام على ناس آخرين فإنه يقول سلاما من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته بدلا من أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رأي الدين الإسلام في ذلك وأي التحيتين أفضل وأصح يا أفتحي مؤمن خميش من الجمهورية العربية المصرية تقول إن بعض الناس عندما يريد أن يسلم يقول سلاما من الله عليكم ورحمته وبركاته أم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ذلك جائز فلو قال سلاما من الله عليكم فالمراد به دعا لأن سلاما بمعنى سلاما لكم من الله سبحانه وتعالى بأن يرحمكم ويبارك فيكم فهي جملة دعائية لا بأسبب لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأسبب هو أولى وأحسن لكن لو قال سلام من الله عليكم يعني بمعنى رحمة من الله وسلامة من الله لكم من الأذى والشر والبلاء كل ذلك لا بأسبب لأنها دعاء نعم